المترجم للقناة نتحدث هذا اليوم عن المبتدأ والخبر والفعل والفعل عن الجملة الإسمية وعن الجملة الفعلية فإلى درسنا الكفاية في المستوى الثالث يوظف الطالب القواعد النحوية التي درسها الجملة الإسمية وتتكون من المبتدأ والخبر والجملة الفعلية وتتكون من الفعل والفاعل وإذا احتاجت إلى المفعول به نبدأ بأهداف الدرس واحد أن يتعرف الطالب أنواع الجمل أن يكتشف الطالب مكونات الجملة الإسمية أن يكتشف الطالب مكونات الجملة الفعلية أن يستنتج الطالب القاعدة النحوية أن يطبق الطالب القاعدة النحوية في حل التدريبات نبدأ ببسم الله ومعكم ومعي أيها الأحبة الطالباء والطالبات الجمل بشكل العام كل جملة في اللغات العربية إما أن تكون جملة اسمية أو جملة فعلية إما أن تبدأ باسم أو تبدأ بفعل هكذا هي الجمل في اللغة العربية نبدأ الجملة الإسمية مثال على ذلك نقول الحديقة جميلة الحديقة جميلة الحديقة اسم أم فعل الحديقة الاسم هو من يشير إلى نفسه بمعناه ولا يحتاج إلى وقت معين إذن الحديقة نقول هذه حديقة إذن هي اسم الحديقة اسم وبدأت الجملة بالاسم إذن أطلقنا عليها جملة اسمية أي جملة تبدأ باسم تسمى جملة اسمية القاعدة تقول تبدأ الجملة الإسمية باسم يسمى المبتدأ لو رجعنا إلى المثال السابق نرى أن الكلمة أو الإسم الذي بدأت به الجملة الحديقة إذن الحديقة هنا مبتدأ ابتدأ بها الكلام فأصبح إعرابها مبتدأ الحديقة مبتدأ وهذه هي القاعدة كل جملة تتركب من مبتدأ وخبر تسمى جملة اسمية نرجع للمثال فنرى الحديقة جميلة إذن بدأنا بالحديقة المبتدأ ما هي الحديقة؟ ومن الذي أخبرنا عن الحديقة؟ قلنا جميلة فكانت جميلة هي الخبر مبتدأ وخبر هذه هي القاعدة الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر نأخذ بعض التدريبات على هذه القاعدة المبتدأ في الجملة التالية هنا الحديقة جميلة الحديقة مبتدأ وجميلة خبر هنا المدرسة واسعة السؤال المبتدأ في الجملة التالية هو قلنا أن المبتدأ الذي نبدأ به الكلام إذن بدأنا بالمدرسة إذن الإجابة تكون المدرسة هي المبتدأ وواسعة ليست مبتدأ هنا يريد الخبر الطالب مهذبون أين الخبر قلنا أن الطالب ابتدأنا به فهو مبتدأ إذن ليس الطالب الطالب نستبعد كلمة الطالب نستبعدها فذهبت فيبقى معنا مهذبون هو الخبر في الأولى المدرسة مبتدأ واسعة خبر هنا الطالب كانت مبتدأ ومهذبون هي الخبر أيضا الخبر في الجملة التالية وأصبحت واضحة واضحة الآن لنا أن الذي نبدأ به مبتدأ هنا يريد الخبر فالخبر تكون الشمس صاطعة الشمس صاطعة المبتدأ هنا بلادي جميلة بلادي جميلة المبتدأ ما بدأنا به الكلام وهي كلمة بلادي وجميلة ليست مبتدأ هنا الخبر صاطعة وهنا المبتدأ كلمة بلادي نذهب الآن إلى الجملة الفعلية الجملة الفعلية اسمها يدل عليها تبدأ بفعل والفعل معنا يقترن بزمن معين إما في الماضي أو الحاضر أو المستقبل نقول عنه فعل وهنا المثال يلعب محمد بالكرة يلعب قلنا فعل لأنه دل على زمان والزمان متى الآن الآن يلعب محمد بالكرة إذن يلعب فعل إذا بدأت الجملة بفعل تسمى جملة فعلية هذه القاعدة العامة أي جملة تبدأ بفعل تسمى جملة فعلية الجملة الفعلية تتكون من ماذا؟ كل جملة فعلية تتكون من فعل وفاعل وإذا احتاجت إلى مفعول به الجملة الفعلية تعيد تتكون من فعل وفاعل ومفعول به إذا احتاج الفعل إلى مفعول به تسمى جملة فعلية نأخذ بعض التدريبات على ذلك الآن نريد أن نحدد الفعل يكتب المعلم الدرسة أين الفعل؟ المعلم فعل؟ الدرس فعل؟ المعلم؟ اسم الدرس اسم إذن الفعل أين؟ يكتبه هي جملة فعلية بدأت بالفعل ليست المعلم وليست الدرس تدريب آخر يسقي الفلاح الورودة أين الفعل؟ بالطبع سوف يكون يسقي لأنه الذي اقترن بحدث معين وزمن معين هو الآن وليست الفلاح وليست الورود تدريب آخر نضع الفعل المناسب نرى نقط ثم عامر الحليب نفكر أهي شربة أم لعبة أم كتبة الجملة اقترنت بالحليب إذن الحليب لا يلعب به ولا يكتب إذن الحليب يشرب فالإجابة شربة وليست لعبة وليست كتبة تدريب آخر ركل محمود الكرة لكن نلاحظ السؤال هنا لا يريد الفعل يقول حدد المفعول به من الذي وقع عليه الفعل ركل قلنا فعل وهنا تشير إلى الفعل في الزمن الماضي محمود قام بالفعل إذن من وقع عليه الفعل؟ من وقع عليه الفعل؟ الإجابة هي الكرة نعم الكرة الكرة هي الإجابة وليست ركلة وليست محمود لأنه يريد المفعول به والمفعول به هو الذي وقع عليه الفعل هنا يريد الفاعل يريد الفاعل يرمي جملة فعلية والبداية تكون للفعل إذن يرمي فعل وليست فاعل نأتي إلى ما بعد الفعل ودائما لكل فعل فاعل يرمي من الذي يرمي؟ الولد يرمي الولد المخلفات في سلة المهملات يرمي من الذي فعل؟ الولد إذن الإجابة الفاعل هنا الولد وليست يرمي هي فعل وليست المخلفات فهي مفعول به أيضا يريد الفاعل ركلة محمود الكرة من الذي يركل؟ محمود الإجابة واضحة فيكون الفاعل هنا محمود وليست ركلة وليست الكرة أيضا الفاعل هنا يسقي الفلاح الورود يسقي الفلاح الورود من الذي يسقي الورود؟ الفلاح إذن الفلاح هي الإجابة وليست يسقي وليست الورود الآن يريد المفعول به معي نركز نركز أن المفعول به هو الذي يقع عليه الفعل يكتب المعلم الدرسة من الذي يكتب المعلم؟ إذن هو من قام بالفعل ليس من وقع عليه الفعل من الذي وقع عليه الفعل هنا؟ كلمات الدرسة بالفعل الدرسة يكتب المعلم liberté درسة هي الإجابة وليست يكتب وليست المعلم أيضاً يريد المفعول به هنا واتبحت الصورة يرمي الولد المخلفات في سلة المهملات يرمي الولد المخلفات في سلة المهملات إذن أين المفعول به؟ من الذي وقع عليه الفاعل؟ هل الولد؟ أم المخلفات؟ إذن ليست الولد وليست يرمي بقيت معنا المخلفات هي المفعول به اختر المفعول به أيضاً كتب محمد ماذا كتب؟ كتب محمد كلمة الأولى العلم كلمة الثانية دروسة كلمة الثالثة كتبة كتب ماذا؟ محمد كتب هل نقول كتب العلم؟ بالطبع لا هل نقول كتب كتبة؟ لا الكتب تقرأ إذن كتب محمد دروسة كتب محمد دروسة المطلوب هنا حدد الفعل في الجملة الآتية الفعل والجملة يقيم المسافر في الفندق ليلتين أين الفعل؟ الفعل هو الذي بدأنا به الجملة الفعلية فإذن الفعل هنا يقيم يقيم هل هي صحيحة؟ بالفعل الفعل هنا يقيم نذهب إلى تمرين آخر أيضاً يريد أن يحدد الفعل هنا يحب أخي الأزهار البديعة واضح الصورة أن ما بدأنا به الجملة الفعلية هو الفعل إذن الفعل هنا كلمة يحبه يحبه هو الفعل آخر هنا يريد الفاعل نقول يرقد المريض على الفراش من الذي يرقد؟ هذا السؤال حتى نحدد الفاعل من الذي يرقد؟ قال لنا الإجابة المريض إذن المريض هو من قام بالفعل فإذن هو الفاعل المريض هو الفاعل آخر الآن يريد المفعول به ينصح المسلم صديقة ينصح المسلم صديقة ينصح بدأت به الجملة إذن هو الفعل جملة فعلية من الناصح؟ المسلم إذن من قدمت إليه النصيحة؟ الذي قدمت إليه النصيحة هنا هو المفعول به فإذن المسلم قدم نصيحته إلى صديقه فكلمة صديقه كلمة صديقه هي المفعول به الإجابة صحيحة صديقه الزائر يجول في شوارع المدينة هنا لا نريد فعلا ولا نريد فاعلا ولا نريد مفعول به بل نريد المبتدأ حدد المبتدأ والجملة اسمية إذن ما ابتدأ به الكلام هو المبتدأ فنقول الزائر هو المبتدأ الزائر يجول آخر الخبر هنا الخبر السيارة جديدة واضحة ولا نحتاج إلى تأويل في المعنى السيارة مبتدأ وجديدة هي الخبر جديدة هي الخبر نصل بذلك إلى نهاية درسنا أشكركم على حسن استماعكم ومشاهدتكم وإلى اللقاء